أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ألبا تسجيلها رقما قياسيا جديدا على مستوى الإنتاج تجاوز مليون وستمائة وعشرين ألف طن متري خلال العام الماضي وذلك بزيادة بلغت أكثر من عشرين ألف وخمسمائة طن متري بزيادة بلغت نحو 1.3% عن العام الذي سبقه أكثر من خمسين عاما من التميز في العمليات والسلامة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التي حققتها شركة ألمنيوم البحرين ألبا أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم مسجلة رقما قياسيا جديدا على مستوى الإنتاج تجاوز مليون وستمائة وعشرين ألف طن متري خلال العام الماضي بزيادة بلغت أكثر من عشرين ألف وخمسمائة طن متري وتتمتع ألبا بمعايير غالية في الممارسات البيئية والمساهمة الاجتماعية وحوكمة الشركات إذ تم في عام 2020 إطلاق خريطة الطريق الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات التي تحدد ستة مجالات ذات أولوية من أهمها إزالة الكربون والطاقة الخضراء والألمنيوم والاقتصاد الدائري بالإضافة إلى الشفافية والاتصالات وتعتبر محطة معالجة تبطين الأوعية المستهلكة الخالية من النفايات وهي الأولى من نوعها لشركة ألبا ومشروع مزراعة الطاقة الشمسية القادم ومشروع محطة الطاقة بمثابة جهود ملموسة لتحقيق أهداف صاف الكربون الصفري تضع شركة ألمنيوم البحرين ألبا في اعتبارها أن تلعب بحلول عابي 2060 دورا حاسما في مجموع تحويل الألمنيوم القادم والذي سيزيد من مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين